مرحبا بكم انتوا حتى الماضي ساعتين سيد العميد حماس حركة المقاومة في فلسطين تعلن على انها بش توقف كل مفاوضات مع الكيان المحتل ما نسمعوا كلمي قلتولهم ما عاشت تعطيه حتى جندي وقلتولهم بش تفاوضوا تواب يكفي هذه معناها التفاوض على الأسرة يعني والمعتقلين الفلسطينيين قلتولهم لا أنا عندي شوف راوه عندهم قادة قادة وعش تبهم في الأخبار ولاه الجيش الإسرائيلي مش قال قالوا له قاد الفرقة متاع الجنوب تقتل قال لا هاك أعلنوا اللي الجنرال اللي هو كان يعني يعني يرؤس يعني المدرعات في غلاف غزة مات تقتل وأصروا بذلك وأخيرا بعد معناها أكثر من خمسين يوم معناها جاءوا للحقيقة نقول لك حماس راهو الشيف دوركاستر رايع ما يستحق حتى شي من حتى حد لأنه داهية سياسي وبجانبه داهية عسكري لو شيف دوركاستر تحكي على محمد الضيف نحكي على محمد الضيف والدهية العسكري والثعلب العكس السياسي والسنوار لما يكون المستوى الاستراتيجي والمستوى العملياتي باتة نغمة ذايا من اجي مش سير كان هكذا رو شوف نعاود شوف قد يش حرب اليوم قد يش حرب هل قام الجيش اسرائيلي بيش يورينا جثة شهيد واحد هل أثروا معناها مقاتل واحد هل وراونا سلاح واحد متع ياسين مية خمسة أو معناها تاركينوا بينما العكس هو اللي صار شوف تو بجي ناري سماح نعملو 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 لبيلان بيش تفهموا القدر يعني النجاح والانكسار الجيش اسرائيلي والانتصار البهر يزن نعملو لبيلان نعملو يعني يعني خلاصة الحرب شنية الارباح وشنية الخسار تو تشوفوا اللي الارباح راهي عظيمة على جميع المستويات راهي عظيمة على المستوى السياسي راهي زالة القناع اليوم هل بش عديك اخر اخر اخبر هاي تعرف الصحافة الفرنسية اليوم ثم ثورة ضدها سماوها بشي قولها بالعربية الفرنسية معاش مسمينهم صحافة مسمينهم قطيع النعاش وانا قلت الكلمة هذية استغلوها تاوي اليوم اليصار الفرنسي مسمي العلامة متاعه ها قطيع نعاش يعني بشي قولها بالفرنسية بشي سمعونوا يتوصلوا لهم راهي اليوم قطيع من النعاش يتبع في يعني في الدعاية السهوينية وهذا ما اثار حفيظة شعب كامل وشعب فرنسي قاعد يثور اليوم اذا حماس الي عملته راهي بشيكون شيء تاريخي عسكريا وسياسيا عسكريا هاو مازال اللي نقلناه نهار عشر اكتوبر لليوم رغم التقتيل ورغم التدمير ورغم كل شيء مازال كيما نهار لول راهوا لم يصلوا الى شيء ومكرون قال عشر سنوات انا قلتها قبله بشهر يعني هذا العسكري لما يدرس الميدان هذا شلقه اذا حماس راهي ماشي في الطريق انتصار لكن مع يزم امور خلتدخل انا ادعو مرة اخرى الانظمة العربية الكلها المطبعة وغير مطبعة انه تعمل ضغط لي فيتشكون لا مش لي فيت حماس روون المقاتلين لا لي فيت الشعب الذي يقتل قدام عيونهم يزم اليوم اتفيقها روحها لاني عندهم مسئولية تاريخية امام شعوبهم امام الامر العربية اليوم اذا ما تحركش الرئيس المصري يعني اللي عندهم فيدهم من فتح يعني نتكلم على العاهل السعودي نتكلم على الاماراتي نتكلم على القطر يقايم ما بواجبها نوع المال يعني الكل كل يزم اليوم دول الجوار لابدها ان تقوم بالضغط لانه كفي كما قلت انت قبلها دموعك هبطت يجيدي انسى المقاومة انسى المقاتلين نتكلموا على الشعب قدامكم شعب من عرقنا من ديننا سمحني يا ربي يعني الاطفال اللي بكاوك يا اخي هلو رؤساء لهالدرجة انانية للدرجة ان نتكلم على مصالح انا مصالح اتكلم عليها اراني انا قلت له اقراو اقراو شوفوا ارجعوا قبل ما ترقدوا شوفوا خريطة اسرائيل كبرى شوفوا تتلقى روحك رايي دولة كفستهم رايي شمال افريقي اذا كان نظنوا موقفنا التونس فهمين ان الدريق قريم درس تونس والجزائر قريم درس انا نقول لك راينا على الخريط اراني عام 85 ما اوخروش لحظة بشي يضربونا يضربونا في حمام الشط واختلطت دم التونسي والفلسطيني اذا نحاود نقول فيقوا يا عظم على بيفيقوا قبل ما يفوت الفوت الاوان لانه وفاتنا التنهر اراني قدر يا ربي ولا